الله أكبر الله أكبر وما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ألة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بالإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لن فصام لها والله سبيع عليم الله وليل الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آداه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروجها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله بأتعامل ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت ميت عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ومندعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال يوراهيم رب أرني كيف تحيي الموتها قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم دعا على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يدينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق منه ولا أذى لهم أبروهم ثم لا يتبعون ما أنفق منه ولا أذى لهم أبروهم عند ربيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أبا والله غني حليم الله سمع الله لمن حمد سمع الله سمع الله سمع الله إياك نعمد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم كراط الذين أنعمت عليهم وعير المغدوب عليهم ولا الضالين عادي المغدوب عليهم عادي المغدوب عليهم وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُوهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرْكَهُ صَوْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ فطل الله بما تعملون رصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِيبٍ تَحْتِهَا لَنْهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونستم بآخره إلا أن تغبطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفكر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْدِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْدَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْدِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَنْذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نَفَغْتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُرِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَفِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ